اشتركوا في القناة وجميع القائمين على اعداد هذا المنتدى الاجتماعي الذي يحرص على اهم المسؤوليات المجتمعية من خلال دمج الشركات الاقتصادية بالمجتمع ومساهمتها في ازدهار الاوطان وتحقيق الرفاهية المستدامة للشعوب كما تعلمون ايها الحضور الكريم نعيش في مرحلة التحدي مع مجريات الحياة والاحداث المتنوعة التي نعيشها من ازمات صحية وطبيعية ورثية وغيرها وهذا حال الامم والبلدان في العالم اذا لابد من شراكة حقيقية لهذه المجريات والآلام التي تقع في الاوطان والمساهمة في علاجها من خلال وضع الحلول وهنا يأتي الدور الحقيقي في المواطنة وكيف نتعايش مع هذه الآلام والمشكلات التي نواجهها وكيف نعمل من واقع المسؤولية الاجتماعية لرفع هذه الأزمات واجتمعنا اليوم تحت عنوان جميل الا وهو الشراكة والمسؤولية الاجتماعية ومن خلال الشركات الاقتصادية بعنوان المواطن الضل الذي يسير مع اي مواطن من خلال المشكلات وحل الأزمات واليوم نعيش في أزمة صحية كبيرة من خلال مرض كورونا وغيرها من المتحورات الفيروسية وعلى أرض الواقع ونتيجة لكبر حج المشكلة في جميع بلدان العالم نجد أن هناك بحاجة حقيقية للمواطنة المتنوعة ومنها المواطنة الاقتصادية أو ما يسمى بالشراكة الاقتصادية لرفع هذه المشكلات بالتعاون مع الوطن وتختلف معاناة الشعوب وغيرها من المشكلات وأضرب مثالا عن وطني دولة الكويت الحبيبة حول الشراكة الاقتصادية والمساهمة في الزهار الوطن وعشنا تجربة واقعية من خلال أزمة كوفيد-19 بروح الفريق الواحد ومن خلال الشركات الاقتصادية ومساهمتها في توفير جميع ما يحتاجه الوطن من مساهمات مالية وفنية والتي تعبر الشراكة المسؤولية الحقيقية الفاعلة مجتمعيا وأقدامهم في تقديم الخدمات من خلال الخدمات المالية للمرضى في بناء المستشفيات المتنقلة وأهمها الحجر الصحي كما تم تقديم الدعم المالي للفنادق والمرافق العامة لتوفير سبل الراحة والعلاج والتأهيل النفسي وتقديم الهدايا والمواد القذائية والرعاية الكاملة لكبار السن والمعاقين لقد ساهمت الشركات الاقتصادية أيضا في توفير الأجهزة وربطتها ببرنامج الحكومة بجميع القطاعات ووزارات الدولة من أجل توفير المعلومات والبيانات للأفراد والمواطنين وتسخير سبل الراحة كذلك الطيران المدني وقد أيضا تحقق مفهوم الشراكة الاقتصادية عندما وضعت الكويت رؤية 2035 منذ عام 2014 بتأسيس هيئة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص وتكون مسؤولة عن تحقيق التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة وتقييمها ولقد تحقق مفهوم المواطن لهذه الشركات التجارية في مشروع الطاقة وتوفير وزيادة الشركات كما تمت تسابق لدعم هذا المشروع بروح تنافسية لتوفير سبل الراحة والازدهار للكويت تنظر الكويت إلى الشراكة الاقتصادية كمسال فعال لتحقيق التقدم والنهضة الاستراتيجية كمفهوم مواطن إيجابي واستخدام مسؤولية الدمج الاجتماعي لهذه الشركات التجارية بأسلوب ديمقراطي من واقع المسؤولية الاجتماعية والتضامن مع الدولة في حل أي مشكلة تقع على أرض الواقع وقد استطاعت أن تقدم خدمات لوجستية إنسانية من خلال الشراكة مع جميع دول العالم وتقديم الخدمات لكل من يحتاج المساعدة والمساهمة لأي أزمة تواجهها للبلد إذن الشراكة الاقتصادية من الشركات التجارية هي قصص نجاح قصة المساهمة الحقيقية والإيجابية تجاه الوطن وكيف نستثمر المنافع الاستثمارية في المسؤولية الاجتماعية وتدريب الكوادر الشبابية لأي طارق ومن هذه المنصة الاجتماعية والتي اجتمعنا اليوم في بلدنا الثانية الحبيب سلطنة عمان ندعو جميع الدول المشاركة في هذا المنتدى لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار التي تساهم في المواطنة من خلال شركاتها التجارية وما هي الخطط التنموية التي تزهو بها الأوطان وفي الختام نشكر جميع القائمين على هذا المنتدى وجميع المشاركين في الورش من الخبراء والمستشارين والباحثين ورجال الاقتصاد والذين نكن لهم كل الشكر والتقدير والاحترام في عملهم ومساهماتهم الكريمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا